حرب الاتهامات المتبادلة تشتعل من جديد بين الرئيس الأوكراني بلودومير زلنسكي وطهران اتهامات لطالما تمحورت حول دعم إيران لروسيا بالمسيارات التي يتم استخدامها ضد أوكرانيا موقف جديد من الجانب الإيراني جاء كرد على تحرك زلنسكي الأخير الذي دعا فيه الشعب الإيراني إلى ممارسة ضغوط على حكومته للتوقف عن إمداد موسكو بالطائرات المسيرة حيث انتقدت من خلاله طهران الرئيس الأوكراني ووصفت تحركاته بالاستعراض السياسي المصحوب بالدعاءات لا أساس لها وهنا أكدت إيران أن زلنسكي ومع اقتراب موعد الهجوم المضاد الذي يمكن أن تنفذه كييف على مراحل يسعى إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الأسلحة والمساعدات المالية من الدول الغربية بتكثيفه لاتهمات لإيران وكانت واشنطن ودول غربية فرضت عقوبات على إيران لدعمها الجانب الروسي بمسيرات استخدمت لضرب أهداف في كييف قالت إيران حينها إنها أرسلتها لروسيا قبل الحرب فيما لم تؤكد موسكو ذلك الموقف الإيراني يتزامن مع استمرار انتقادات الرئيس الأوكراني لدعم طهران المتواصل لروسيا بمسيرات انتحارية تستهدف مناطق سكنية في بلاده لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر